هل تجوز مصافحة المرأة العجوم التي تقدم بها السن لا يجوز مصافحة المرأة ولو تقدم بها السن لأن النبي صلى الله عليه لما كان مصافح النساء بل كان مبايعون بالكلام ولم يذكر أنه مصافحة أو بايع كبيرات السن بايعها وأيضا لما في ذلك من الفكنة لأن الرجل إذا صافح المرأة التي ليست في محاليه فذلك يكون سببا من فكنة بينهما فلا تجوز مصافحة رجل للمرأة التي ليست في محاليه بحال من الأحوال نعم هل هو والوجه والكفين فقط من المرأة يؤثر على ثبات نعم وهو الوجه والكفين من المرأة فيه إخلال بالفجاد ولقص كبير بالفجاد لأن الفجاد الشرعي فلتسكر المرأة جميعا بدنها بما في ذلك الوجه والكفان بل الوجه أشد حاجة من السكر لكونه محل الانتكلا ومحل النظر والمرأة إذا لم تسكر وجهها فإنها تسلح مطمعا للذين في قلوبه المرض النظر إليها وتعمل فيها فقد قال الله سبحانه وتعالى وليغربنا بخمورهن على جميدهن فهم بيعوا فيما الله وبطاع الله أمر الله بفجله على النحر ويلذم من ذلك أن يمر على الوجه كذلك بقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلْ لِأَجْوَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِشَاءِ مُؤْمِنِينَ يَجْمِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِهِهُمْ وَالْزِنْبَابُهُ وَإِجْلَالِ السَّبِيْهِ أَلَيْهِ تَرْتَبِيْهِ الْمَرْأَةِ أَوْمِرَتْ لِأَنْ تُدْمِي عَلَى وَجْهِهَا مِنْهُ وَتُغَطِيَهُمْ كَمَا فَاسْتَّرَهُ بِذَلِكَ عبد الله بن عباس وكما في حديث عائشة أنهم في حالة الإحرام وأنهن كلما عن نبي صلى الله عليه وسلم حين مرض بهن نبي جال فجلت باهن خمارها من على رأتها على وجهه إذا جاوزوا فسفنه فسفن وجوههن كل هذا وقال صلى الله عليه وسلم لا تنسقط المرأة يعني في نحرام بل على أن النقاط كان معروفا وتكر الوجه بشاسر مخير من وجه تبدو منه العينان فقط وعمرت بأن تضيحه وأن تغطي وجهه غيره مما ليست فيه خياطة للوجه كما في حديث عائشة الحاصل أن تكر وجه المرأة فهذا من الضرورية ومن الحجاب الشرعي ومن تركت أعطية وجهه فإنها لا تكون محتجدة الحجاب المطلوب وكذلك الفتان تكترهما على وجهه لأن الفتان أيضا محل عوراه ومحل نظر من الوجهان وهما يدلان على جمال مرأة وعلى قصوبة مدنها ففيه معروفا جزاكم الله وخيرا